الوقت الذي تمعن فيه اسرائيل باتخاذ المزيد من العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين عبر هدم المنازل وسن قوانين في الكنيسة وآخرها سحب الجنسية أو الإقامة من كل من يتهم بما وصفته بارتكاب أعمال إرهابية والحصول على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية يبدو أن اقتراب شهر رمضان يزيد من المعضلة التي تواجهها المؤسسة الأمنية والعسكرية في الساحة الفلسطينية عموما والقدس المحتلة خصوصا معضلة دفعت رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو إلى إجراء نقاش أمني في الموضوع والمؤسسة الأمنية والعسكرية بإبقاء أجهزتها في حالة تأهب عالية في ظل سلسلة الهجمات الأخيرة وقبل شهر رمضان أجرى نتنياهو نقاشا في شأن الخشية من تصعيد أو تدهور أمني وتقديري أن هذا نقاش تحضري تمهيدا لنقاش معمق أكثر يتوقع أن يجريه الكابينت وتحضره جهات مهنية والوزراء أصحاب العلاقة وبحسب فهمي سيتحدثون فقط عن الاستعداد تمهيدا للتصعيد في شهر رمضان وفي خطوة لافتة واستثنائية كشف محللون إسرائيليون عن نقل رئيس الشباك رونينبار تحذيرا إلى وزير الأمن القومي إتمار بن جفير من أن تصريحاته وتوجيهاته الاستبزازية ضد الفلسطينيين قد تفاقم الأمور على الأرض وتؤدي إلى مزيد من العمليات الفلسطينية رئيس الشباك اتصل بالوزير بن جفير ورفع الراية الحمراء وقال له أن نشاطاتك تخلق على الأرض شعورا بالتنكيل الجماعي بالفلسطينيين هذا الأمر يجعل القدس تغلي وقد يسبب صبامات واسعة في هذا التوقيت الحساس ويرى الشباك أن هذه الإجراءات قد تدفع المزيد من الفلسطينيين إلى تنفيذ مزيد من العمليات لا إلى منع وقوع مزيد من الحوادث وفيما تبدو الحكومة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية الإسرائيلية عاجزة عن إيجاد حل لكبح العمليات الفلسطينية حذر خبراء من أن الكنيست يمنح غطاء قانونيا لإجراءات يمكن أن تصنف جريمة حرب وأن الحكومة التي لا تنجح في التعامل مع العمليات تحاول إهم نفسها والجمهور بأن العقوبات الجماعية ستردع وستبدد الحافزية الوطنية لمن هم مستعدون للتضحية بحياتهم